ومع تزايد حالات الإصابة بجدر القرود توقعت منظمة الصحة العالمية رصد المزيد من حالات الإصابة في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض منظمة الصحة العالمية رصدت 92 إصابة و28 حالة اشتباه بإصابة بجدر القرود في 12 دولة ووفقا لخارطة الإصابة نبدأ من ألمانيا حيث أعلنت القوات المسلحة الألمانية أمس عن أول إصابة بجدر القرود في مدينة ميونيخ كما سجلت فرنسا أيضا أول إصابة بجدر القرود في محيط العاصمة باريس إسبانيا والبرتغال أعلنتها اكتشاف 23 إصابة بجدر القرود في العاصمة مدريد ومثلها في منطقة لشبونا عاصمة البرتغال يشتبه بأنها جدر القرود وفي اليونان تم رصد أول إصابة محتملة أيضا بهذا المرض إلى شمال أوروبا أيضا حيث حذرت النرويج من إصابات محتملة بجدر القرود في العاصمة أسلو وفي الشرق الأوسط سجلت إسرائيل أول إصابة بهذا المرض في الشرق الأوسط وفي الانتقال إلى القارة الأمريكية سجلت الولايات المتحدة أيضا أول إصابة بجدر القرود بعد وصول شخص مصاب من كندا بدورها أيضا أعلنت وكالة الصحة الكندية تسجيل أول حالتي إصابة بجدر القرود لدى البشر مشيرة إلى وجود 17 حالة اجتباه في منطوريال موسيقى